صباح النور عليكم اليوم ان شاء الله الوجهة الى مدينة العرائش الشعور غادي اديكم مع هالعريش تشوفوا المدينة ديالها وندويو شوية على التاريخ ديالها مرحبا بكم واحد الشعور غادي نقولوا ليكم كنحس به هنا غادي المدينتي زع ما شعور لا يوصف كتحس بواحد الفرحة وقلبك يتحل وواحد لنشي راح كي يجيك ما وخانا ايا نوصف ليكم ما نقدرش نوصلكم ذاك شي اللي كنحس به شي حاجة لما كتشرحش احساس روعة حبيبة للا بلادي اللي كنقول لها ديمان وبلادي يزيل البلدان كما قال نعمال حلو اللو غا عندويليكم على هاد المدينة عندي زيارة قصيرة ديالويكند نجي نشوف الوليدة ونظر الوليد الله يرحمه مدينة العرائش من المدن السياحية التاريخية الهامة مدينة ساحلية اطلسية كتوقع شمال المغرب عندما صب نهر لوكوس كانت المدينة تحت الحكم الاسباني من 1610 الى 1689 ومن 1912 الى 1956 احتلت عوتاني كتميز البساطة ديال البناية ديالها بنية المعمار الاسباني العارق وتحتوي على الكثير من الاتار التاريخية الهامة من ابرزها مدينة الكسوس الاتارية وقلعة القبيبات وحزن اللقلق الذي بنيه الاسبان سنة 1710 ومعالم اخرى كما تعتبر العرائش مركز هام للزراعة وصيد الاسماك نحن قربنا الباركولانتيكو هاد الهبطة كتهوتها الباركولانتيكو باركولانتيكو من اجمل ما كان في العرائش ما كانش زائر يجي للمدينة العرائش وما يزورش هاد البركولانتيكو اللي كيطلع على البحر وكما كيقولوا له الكورنيش في الحقيقة كتستحق الزيارة والله مدينة زوينة صغيرة واللافة فيها الغابة فيها البحر البحر كي تمييز بثلاثة ديال الشواطئ عندو كان قولو بيليغروسا ميامي والاخر الله هاد الان سيتسميتو ها انتم ما كتشافوا باركولانتيكو كيمشوا ليهنا الصباح ده بص صباح كيمشوا ليهنا الصباح وكي خرجوا في العشية المهم ما كتلقاه شخاوي في اي وقت كاتمشي كتلقاه كتلقاه عامر احنا غادين غادين ووصلت للدار وانتلقى وقدان شاء الله صباح الخير عليكم اليوم صباح السبت البارح كانت جمعة مشيت اه في نص نهار ديال العشية اليوم السبت بما انا البارح في العشية بقى وصلت مع تلاه ما كانش ما كونش نقدر نمشي نزور الواليد الله يرحمه وده بس سبت انا غادي امشي نزوره وغادي معي راجلي حيث ما تقدرش تمشي بوحدك ماشي وقت زيارة هادي القورنة اللي علي صار القورنة كيدبحو فيها البهيم اللي كيبيعو وهادي اللي علي من الجامع الجامع وصله هادي الباب اللي عن دخله من ندابة ماشي الباب الرئيسي الباب الرئيسي كيبقى من الفوق بعيد عليا انا وريتكم مع من الصور السلام عليكم ورحمة الله كما قلت لكم هات البابلية ندخل منه واقرب بابلية كي يجي من جهة البحر البابلاخور بعيد انا قلت لكم با قلت لكم غادي معي راجلي ونسني حيث ما تقدرش تمشي بوحدك من غير الجمعة كيكونو في هات دراري مقصرين ما اللي عفو عليهم مراكم عارفين عشنو كيكونو يديرو اللي عفو على كل واحد اه مدينة العراكك تتميز بهاة الزرقة ديال المياه دياله وديال السماء دياله وديال الجدران كيكونو الاكتر يا نصابغين باللو كنقولو احنا الشيبي الشيبي او الازرخانتو ما كتشوفو يا الله صابغين ذاك الشين قيوزوين وخاك يكونو ديور بساط ماشي شي بني ولكن كيكونوا زوين هذك اللون كين هالدريجات هنطلعوا فيهم باش غادي ندخلوا للرودة او المقبرة السلام عليكم ورحمة الله الله يرحمكم كلكم الله يرحمكم ويفسع عليكم الله يخفف عليكم ضيقات القبور انا اقلب على ابو باش نلقاه فيه ساعد بدنا له بدنا له اللون ديال جليجيال القبر ها وكان عنده بيد بدناه ليه درنا له قهوي او لفباج باش نلقاهوه ضغية الله رحمك ابو صباح الخير عليك السلام عليكم المرحم اللي ملاح يحمد وعنده واحد معي طرشة سيبي بلايس فيها الشارفين وميتين خصم يحيدوا الله رحمك ابو الله يخفف من فوق منك ويرطب من تحت منك هالرجلك ينقي ليه القبار وارحم ليه الوليد انته هو يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي ترحمهم ها هو مع اللقف عمقي ومن هنا امشي للدار بدل حويجي ونخرج نتسارة هانا في بار كولانتيكو مساري على الصباح زوينا انتم ما كتشوفوا هاد البلسك عايطوا لعين شقة فيها صخر وفيها كيجي ويصيدوا فيها بعض المرات مرحبا بيكم معايا كينا شميشة اليوم مدينة العرائش بقى رائعة من المعالم السياحية منها مدينة الكسوس الاتارية بناء الكومونداسيا محمية بني جورفيت جورفيت حديقة الاسود وشاطئ رأس الرمل او الشواطئ رائعة وصوق صغير هادو مول بلايس الزوين اللي فيها انا كنوريكم كنطلم البار كولانتيكو نوريكم اذيك عين شقة انتم ما كتشوفو هادا كلي قبل لكم هو احنا قربنا السوق الصغير هاد الشارع تهوز وين فيه ما يتشاف فيه القاوي دابا غادي اديكم معي المارسا قالوا المارسا ميناء العرائش جيت نزور ميناء العرائش حيث كان الولد الله يرحمه خدم فيه وجيت نتفكر شي حويج غير هات نهيدره عنده معاني كتيره كيني الباركوس كين مندر زوين دابا غادي امشي نشوفو مع هاد الموسيقي وغادي نشوفو بنا الكومونداسيا هاد هي الطريق اللي كتديليه ها هو شتو عالي من كي توجد واحد نافق نافق قديم بزاف شتو هاد الشيها اللي من اياه هي الجيها دي المارسا القديمة داروا ميناء قديم ميناء جديد ميناء قديم هو اللي مشيت لي قبيله ميناء جديد هاد المدفعته هو من الاطار دي المدينة العرائش قديم هاد المدفع حصن اللقلق هو هاد هالبحر شوفو البحر كدير كتمتاز بالسامك احنا جينا للمرشي دي الحوت نتقداو الحوت باش مشوا نتقداو ومن بعد ان شاء الله غادي نديكم البلايا نديكم معي راس الرمل راس الرمل هي البلايا ها هو الحوت عندهم منوع والتمن في متناول الجامع احنا وصلنا للبحر تغدينا وجينا للبحر ها كان ساريكم قبلوا على هاد المسارية مخطوفة شوية 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 البحر عامر اليوم حيث كين الصهد لقينا فيه الناشاط لقينا فيه الغياطة كينشطو الناس اللي في البحر كل واحد وكيفاش كيقلب على الطرف ديال الخبز نخليكم مع الموسيقى شوية اللي كيعجبك هو ان الناس اكتر يلبس اللبس محترم مكيش ذاك اللبس اللي مكي زع ما اللي كيجيب شبوهات ولا لا كل شي لبس الميوات محترمين واكتر يدي الناس لبسين حويجهم المهم انهم خرجوا مع ولداتهم مع عائلاتهم يفوجوا يبدلوا الجو كيندراري مع الرين ولكن الناس كل شي محترم دابا غادي نوريكم البراكوس خارجين شوفوا تبارك الله كي خارجين واحد تبع واحد هادو خارجين دابا العشية خارجين يصيدو عيباتو يصيدو الصباح يدخلو الصباح بكري يجيبو الحوت غادي نترزقو الله شوفوا غام تابعينا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة تقريبا سبع ديال البراكوس كبار اللي خارجين يجيبو الحوت الله يسهل عليهم طرف ديال الخبز را ماشي سهل دابرا شوي كينصاد وكينجوزوين أما في الحال بارد كيكون صعيب عليهم كيكون البحار هيج وكيكون برد بزاف وكيكون المواج وكيكون خاطر او مخارجين واحد تبع الاخر براكوس تقريبا مقادين في في العبار ديالهم المنظر زعماء ولا أروع الله يحفظهم اللي ولداتهم بالله يرجعهم بي خير مهنة ماشي سهلة كل واحده كده اللي هربي باش يجيب طرف ديال الخبز النس باقين قربت الغروب والنس باقه في البحر دربها فاتت سبعة دلعشية والنس باقين شوفوا الغروب شوف الشمس كيفاش نعكست على الماء شتوها قرب الغروب كيما قلت لكم والناس ما مصوقاش لحقاش الجو مازال زوين ما كيش البرد وما تسخاش تخرج من البحر كيما قلت لكم كين هنا ميامي هذي كعطولة ميامي وكين بيليغروسة الجهة الاخرة فيها غير المواج والرملة ما فيهاش الحجر هذي فيها السخر كيقدروا يعمو فيها الناس بلا قد والاخرة شوية خاطيرة ديك بيليغروسة خاطيرة كي يدخلوا على العوامات ها هي هذي بيليغروسة شتوها هذي بيليغروسة واللي يجلع ريش مكلا شوية بحلي ما دروالو شوية دلحو الضرورية مع اللامبات يلا تاي وخسكم تاكلوا كارينتي كارينتي وصفة زوينة وجميلة رائعة والتاكلوا على تاني كارينتي ها هو كارينتي مختصاص الاسبان خلو خلو لنا هذي الكارينتي تبارك الله زوين ومم زييش متقنعش منو ونديرو طلخوا على البحر باش نشدوا الطريق اللا غدا انشاء الله طلق اخيرا على البحر قاملوا على هذي المسارية وانتمنى الفيديو يعجبكم انو بده مختصر على مدينتي وانتمنىكم تزوروها ان شاء الله ها القوات ديال بمدينة سوق الصغير كاقولوا بمدينة وها سوق الصغير من الداخل هادي صورة قديمة سوق الصغير من الداخل كيفاش كان وانا الصباح لحد رجع بحالي انا ورجلي شفت الوليدة وشفت وزورة طب الله يرحمه وهانا غدا ايوه الشعر اللي كنت مجى به ماشيه هو اللي غدا به كنت مجى فرحانة وكل شي فيها كل شي فيها حي بحالة رجع ميتها ايوه شغان ديال دنيا العريش مدينتي مسقط رأسي تزديت فيها وطربيت فيها وقرأت فيها والله شدي الواحد وعشرين عام غادرتها وتزوجت مشيت الكازا دبا كازارة عشت فيها كتر من عشرين عام كل واحد وكيفين كتب اللي هرزقه والعريش ما تخاش تخرج منها ومرحبا بكم في العريش وما عدت ندموش الى جيت والعريش وطراق السلامة يا ربي ونوصل ان شاء الله بي خير وكل واحد شطراق طراق السلامة ترك خاوية وعط لسعيد الجامع وكما كان قول دي ما الحبيبة للا بلادي وبلادي يا زي البلدان وشكرا لكم وبي باي مع مدين اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة